وحشتونا جدا 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 بقى انا فترة غيبين عنكم بس عشان ده انا كنت في حالة صحية مش بخير يعني بس اوعدكم ان احنا نستمر وحتشوفونا باستمرار باذن الله عايز اقولكم النهاردة قبل ما ابدأ الحلقة الحلقة دي برعاية مستر ابراهيم الجمل صاحب اول اكاديمي واكبر اكاديمي في مصر والشرق الاوسط لتعليم الميكاب جولدن ستار اكاديمي طبعا هو وعدنا انه هو يدعم طلابه من خلال انه هو حيوفر لهم كل حاجة تقدر تخليهم يظهروا للناس ويظهر شغلهم للناس وفعلا احنا معانا النهاردة خبيرة كبيرة جدا من خبيرات الميكاب وخبيرة كمان بالعناية في الشعر استاذة ناهد بسادة اهلا محرك استاذة ناهد استاذة ناهد احنا النهاردة هنخصص جزء نتكلم فيه عن الميكاب وجزء تاني هنتكلم فيه عن الشعر تمام؟ تمام خلينا نبتدي ايه احنا دخلين دلوقتي على دراسة و جامعات عايزين نعرف البنات بقى ازاي هتهتم ببشرتها ازاي هتعمل ميكاب شكله حلو فخلينا نقول كده من البداية الاساس ازاي البنات تقدر تهتم ببشرتها عشان لما تيجي تحط ميكاب بيكون الشكل العام كويس و عموما لبشرتها يعني فقليلي روتين كده هتمشي عليه البنت الروتين العادي بتاع اي بنوتة انا ننظف بشرتنا الاول تمام اه صن الصبون طبعا تمام طب هو ده كل يوم يعني الروتين اليومي الروتين اليومي تاخد مثلا غسول تاخد غسول تاخد غسول طنر ننظف بيه البشرة تمام كريم مرتب للبشرة والترتيب ده ممكن اعمله لو بشرتي دهنية او مثلا تفرز زيوت كتير ده اساسي في اي بشرة ده اساسي تمام بعد كده احنا عايزين البنوتة هيا وراح الجامعة هتعمل لك خفيف جدا تمام ميكاب خفيف جدا هيا راح انا يعني اديني فرصة تكلم انا بقى شايدك تقولي كل حاجة في الحلقة لا اتكلم انا واسألك بس بعض الاسئلة عشان اوضح للبنوتات هتعمل ايه احنا دلوقتي هننظف البشرة كل يوم تمام ده الطبيعي روتين يومي روتين يومي انا بقى مثلا اسبوعيا شهريا هعمل ايه يعني كل اسبوع قولي لي برضو انا محتدى اعمل ايه البشريتي عشان تكون شكلها حلو وصفيا ممكن ما نستعمل مركزيكات طبيعية من الطبيعة الطبيعة غنية جدا بس تكون مكلفة عشان المواد الطبيعية دي يعني بتبقى شوية مش مش موجودة باستمرار ممكن تكون مكلفة على البنت؟ لا مش مكلفة على فكرة موسكات طبيعية لو هي هتعمل اسبوعيا في كذا نوع يناسب انواع البشرة المختلفة؟ ايه يناسب بشرة دهنية مختلطة عادية جافة حساسة تمام انا عايزة اسألك سؤال البنات عموما بتبقى كل فترة بتعمل حمام بخار لوشتها بتعمل سكرابات قوليلي ده ممكن اعمله بشكل يومي ولا ده يعني كل قد ايه بالزبط؟ سكراب جلسة تنظيف جلسة حمام بخار بتبقى اسبوعية اسبوعين لكن ما يبقاش حاجة كويسة للبشرة لو انا مثلا يعني عندي ضمير عايز انا اضافها كل يوم حنرحقها 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 تمام لكن الروتين اليومي اللي هو قلنا ان هو التنظيف بالمية والصابون ولو انا عندي تنر وبعد كده كريم مرتب انا عايزة انضافها باجا اسبوعيا اعمل لها حمام بخار بمسكات طبعية تمام طب انت حررتك ذكرت المسكات الطبعية اكتر من مرة ممكن تعرفين او تعرفي البنات اكتر من مصط يستخدموه في البيت بحيث ان هما ايه ما يحتاجونش يذهبوا يعني لبيوتي سنتر او بيتي سلوها هنستعمل ما هنقول لكم على مصك في فيتامين ايه فيتامين سيه منتاز جدا طبعا كلنا بناكل برتقان في البيت اكيد لو اشر البرتقان متنشف في الشمس وخايد طبعا هياخد نسبة عالية جدا من الشمس ده بناخد اشر البرتقان وبنطحنه كويس جدا 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 تمام تحط عليه زبادي بس تمام تحطه على بشرتها يعني مدة قد ايه ربع ساعة ربع ساعة تاب يفيد البشرة جدا خليها طبيعية صفية ولو في اي بقى عدتنا او في هالات سودة بيشيلها تمام ده يناسب انواع بشرت ايه مناسب لكل البشرت طب انا عموما بشرتي حساسة من اقل حاجة ممكن تلتهب هينسب برضو بشرة حساسة يناسب البشرة الحساسة لو انت عايزة تستغني عن ده فيه طبعا جل الالوفيرا اكيد جلت صبر معروف جدا ده غني عن التعريف وتقريبا مؤخرا بقى يدخل في صنعات كتير وكل حاجة او تقريبا حتى في التنت في حاجات المسقاط الطبعية بقى يدخلوه في وصفات كتير تمام طب انت بقى كنت كلمتينا وقلتي ان احنا البنوتات لما تيجي رايحة الجامعة مش لازم ايه تعمل فرح في وشها ما نعملش فول ميكب ايه انسب لك يعني قليلي لك معين كده او الصفة الغلبة عليه اللي البنات هتعمله ده هيبقى مناسب لو انا خرقت محدش هيشوف ان انا ملفتة انا رايحة الجامعة تمام مش رايحة بارتي ولا مناسبة تمام ما نعملش فول ميكب اكيد نعمل حاجة خفيفة جدا خالص اه زي ما قلنا ننظف بشرتنا بالمية والصابون تمام تونر واده كده كريم مرتب لو عندك سامبلوك هنحط سامبلوك للبشرة لو انت خرج الصبح لو انا خرج الصبح طب السامبلوك ممكن لو انت خرج الصبح تستغني عنه يعني مش هيؤثر معكي ولا السامبلوك بيبقى ليه فايدة كبيرة ومهمة ليه فايدة طبعا كواقع شمسي اكيد بس كل بنوتة بتستعمل الواقع الشمسي المناسب لبشرتها او تستشير الدكتور بتاعها طب انا اسفى ان انا بس هقضعك احنا معنا اتصال تليفوني مادام مونة اعلني مادام مونة مادام مونة مادام مونة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك استاذا ناني سلامتك اعلامية جميلة ريم الله يخليك تسلميلي تسلميلي مادام ناهد معنا مادام نانا حب اشكرك بس على البرنامج الحلو الجميل بتاعك الله يخليك تسلميلي يارب دايما نكون عند حصن ظنكم ونستمر باذن الله الله يخليك لو سمحت بس اكلم مادام نانا مادام نانا معاك سماعك تفضلي ماشي انا حابة بس اشكرها واقولها الحمدلله على السلامة كنت مستميع بقاعدة بقلي كتير مرسي يا فندم بتشكر حضرتك بس هي مادام نانا رئيئة شوية صبتها مش باك حضرتك انا كنت انا كنت عندها شعري انا وقلتي اه اعملتي ايه يا فندم عملتي عندها شعرك ايه بروتين اه تمام وشعرك يعني حسيتي ان هو حالته تحسنت بسم الله ما شاء الله عليها طب وقتي التلفزيون شوية اسمعينا من التليفون ماشي بيشوفي الاعادة طب ماشي بسم الله ما شاء الله عليها الله اكبر على اديها يعني بصراحة البروتين اللي هي عملهه لي انا وبينتي جميل لحد دلوقتي بقالنا كتير بس في حيو جميل اوي ابي تسلم اديها ربنا يخليك يا مدام مونا من شكري جدا يا مدام مونا مرسي جدا انا البروتين لست هتكلم عنه ده عايز حلقات كتير اصلا الشعر بس خلينا نكمل دلوقتي في الميكب انتي قلتي ان ما انفعش البنوطة تروح بفول ميكب الجامعة طبعا انا هقولك حاجة اول مرة بقولها انا كنت بعمل حواجبي كنت برسم حواجبي لونها نبيتي في الجامعة انتي طبعا تخضيتي قشرت ما كنتش فهمة كانش عندي اي خبرة في الميكب فانتي البنات اللي بتروح الجامعة فعلا بلوك كأنها رايحة صهرة ولا رايحة فرح انتي تنصحيهم بايه وهل ده شكل مقبول انا كنت شايفة نفسي عادي بسراحة بس ما يعني انا رايحة مكان علم فطبعا الجامعة احترامها اه اه طمام انا زي ما قلتلك قبل كده انا مش رايحة بارتي ولا رايحة مناسبة اكيد انا رايحة مكان محترم حرم جميعي طبعا حاجة حلوة يعني ان انا رايحة اتعلم انا عايزة اعمل ميكب بس اعمل ميكب خفيف جدا طمام زي ما قلنا هننضف البشرة وكده انتي لو عندك الصنبلوك بتاعك وعايزة تظهري شوية وعايزة يعني عايزة تروحي الجامعة مش بهتانة مش تعبانة البشرة رايق او مفرفشة حط الفونديشن اللي بيليق على بشرتك انت الدرجة اللي تليق على البشرة بتاعتك مع الصنبلوك وبسبونشة خفيف خالص نحطه على البشرة يبقى رايق جدا طمام بلشر خفيف خالص روج يب هادي جدا اكيدنا انا مش حطه حواجب يعني لون بني فاتح جدا مثلا او مصفرة حواجب او على حسب لون شعرها او على حسب لون شعرها شاب خفيف جدا طب انتي تمام انتي قلت ان هي ايه تستخدم حاجات بسيطة سامبل عشان هي رايحة جمع مش رايحة منازبة ايه الادوات اللي هتحتاجها محتاجة ان انا تجيب شنطة يعني زي الميكاب أرتست كده فيها كل حاجة ولا يعني احتاج ايه بالضبط اقول لها هتحتاجي كذا وكذا وكذا الادوات اللي بتحتاجها هي محتحتاجي الشنطة ميكاب أرتست هي مش هتعمل ميكاب أرتست اه يعني هي مش تعمل ميكاب للعروسة مش هتعمل وظيفة الميكاب أرتست لا هي مش هتعمل ميكاب العروسة ولا هتعمل ميكاب أرتست اساسا لا هتجيب حاجات تستعملها هي كشخصها حاجات بسيطة خفيفة جدا فونديشن طبعاً يبقى تخطية خفيفة عشان احنا قريدي الصبح مش محتاجين نغطية عيوب بشرنا احنا مش عايزين الكفرج بتاعه عالي احنا عايزين التغطية تكون خفيفة جداً اه مزكرة يبقى قولنا فونديشن مزكرة ايلينر لو انت حبت لو حبت ايلينر ايلينر دلوقتي يحتلع ريس او قد بقوا يستغنى عنه ده طالع موضة فعلاً يعني ممكن انا نزلة من غير ايلينر فممكن واحررتك برده مش حتى ايلينر ممكن العروسة او البنت تستغنى عن الايلينر اه ممكن ده طالع موضة طالع موضة تمام يبقى مزكرة فونديشن ايلينر شادو شادو طب مش الشادو ده قوي على اني يعني رايحة جامعة لا ما فيه الوان فتحة جداً وفيه الوان هادية انا مش مش لازم استعمل الوان اللي هي صخبة على اساس ان انا مش رايحة فرح ولا مناسبة انا رايحة جامعة الوان خفيفة جداً هتلق معاك وحتلق مع البشرة بتاعتك وحتفتح بشرتك وحتخليها مفرفشة وهادية مش بحتانة او تعبانة طب يعني هقولك حاجة احنا عايزين دلوقتي انت قلتين هنستخدم الوان فتحة هنستخدم الوان هادية قوليلي مثلاً الوان يعني قوليلي اللون الفلاني مثلاً نبعد عنه مش مناسب مش هيبقى حاجة خفيفة برضو عشان انا ليه بقولك كده انا عارفة ان الكلام بيبقى واضح بالنسبة لي ممكن بس فيه بنات بتبقى مش فهمها ده فاحنا عايزين نوضح لهم قدر الامكان يعني قوليلي اقترحيلي الوان ايه الوان اللي ممكن هتمشي مع الصبح تمشي مع الصبح بيجات حلوة خالص بيجات بيجات حلوة خالص هيعتبر انت بش حط حاجة أصلاً اهه بس هتدي رونق حلوة خالص للعنين مع رسمة المسكرة والايلينر لو حطينا واساساً اللي بيظهر في اللوك رسمة الحواجب اكيد هم حاجة رسمة الحواجب اكيد يبقى قولنا بيجات بيجات بنكات اي بنكات اي بنكات اي سروز حلوة خالص لدرجات الصبح طب بالنسبة للارواش برضو يعني ايه الالوان المفضلة للصبح بلاش فوشية واحمر انا حتى احمر لا بس انا عشان تلع الشاشة والله غير كده ما بخرجش بحاجة حلوة درجات الكشمير الكشمير حلوة درجات والنود اعتقد ممكن يبقى ممكن الالوان يعني البيجات والنود والحابل دي حلوهادي تمام طب انا عايز اقولك برضو في بنات بتروح تجيب فونديشن مش لايه على بشرتها يعني هي لون بشرتها بتبقى دخلة تختار عايزة دايما افتح انا درجتي كذا عايزة افتح طب خدي درجتك انصحيهم نصيحة في النقطة دي عشان فعلا بشوف حاجات غريبة فانصحيهم نصيحة في النقطة دي قولي تختاري الفونديشن ازاي وايه الدرجات اللي هي يعني المفروض تمشي عليها مايبقاش فيه حاجة بختارها ومش مناسبة ليه تماما احنا نختار الدرجة اللي بتمشي على لون البشرة بتاعتنا يعني فيه دايما خطأ شائع ان الواحدة ما تروح تختار فونديشن تجرب هنا تمام لا انا اجرب بقى هنا بتجرب فين؟ هنا بتجرب هنا اه مجربش ده الصح ولا الغلط؟ لا ده الصح ده الصح ان انا اجرب وشي مجربش على ايدي انا بسمع من خبر كتير كانوا بيقولوا فعلا انك لما تيجي تجربي تجربي على وشك افضل لانه انا ساعة الرقبة وساعة الايد كمان بتبقى من الشمس خلوا وصنها بغير انا شوف بقى الدرجة دي مناسبة ليه ولا لا على الاساس ده على الاساس ده انا بختار بس ما اجربش هنا لا لانه هو مش ده اللي هحط على الفونديشن مش ايدي لفونديشن فيه ده خطأ شائع طبعا طبعا انا تصال تليفوني استاذة حيات استاذة حيات عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الحمدلله بخير داخلة مبسوطة ما شاء الله يارب تكوني مبسوطة من حلقاتنا طبعا اكيد والله انا انتبع عدد من اولها متقدر افتتلك قدي ايه يعني حلوة بجد وحضرتك يزيزي تفكر وعصلي الله يخليك تسامي مرشتي جدا استاذة حيات معاكي خابرتي التجميل لأستاذة نانا حضرتك تعملتي معا قبل كده اه حضرتك مرة رح تلها عملتلي بقلب ميكب فعمتلي بقلب فرحك عميتلك ميكب فرحك اه تمام الكلام ده كان من كم سنة ميكب للأدرة والتفلي كانت نستخدمها برندات عالمية جدا وحسا سيدي في وقت طويل يعني لمدة 8 ساعات وانا صراحة كنت ايه الفرح 8 ساعات عملتي فوتو سيشن ولا ايه 8 ساعات اعملتي فوتو سيشن يعني اه حضرتك عليش احنا بنوضح التجريب انا اعتبر اتحركت كتير جدا والميكب كان ثابت وما ببهدلشي ولا جايل ولا عمل اشور خالص دايما بيعمل معاي حد طبعا ده استاذة نانا مش جديد عليها يعني الكلام ده في الميكب او في الشعر هي بصراحة ممتازة جدا حتى حضرتك للناس كلها طبعا تتسألني والطبع لأ انا حضرتك المتخصصة اللي عملت لي استاذة نانا ربنا يخليك يا قلبي ربنا يخليك مرسي جدا يا استاذة حياة مرسي جدا ايه حكايتك مع العرائز بقى يعني ما شاء الله حسنا هم فيه بينكم كده علاقة حلوة جدا انا من قبل الهوى على فكرة فيه ناس لما عارفوا ان انت طالعة كانوا بيبعتولي يشكر فيك جدا جدا انت بتتعامل ازاي مع العروسة يعني العروسة وجاية تحجز معاك انت بتتعاملي معها ازاي طبيعي جدا بشوف ايه اللي بيريحها وبعملهولها تمام بخليها مرتاحة خالص خالص بتعملش معاها بعصبية ما بتعملش معاها بشخط لا بتعمل معاها بكل رئة فهي طبعا بتكون خايفة في اليوم ده انا مش هروح اخوفها زيادة تمام بس عايز اقولك ان فيه عرائس مثلا ممكن تختار حاجة تضر بشغلك ما اختار حاجة ما تنسبش لا انا بفرجها الاول بقى انصاحها الاول بقى بحاول اقنحها ان اللوك ده مش هينفعلك اللون ده مش هينفعلك فهي بيقتنوا على فترة اسلوبك برضو الشيك والراقي يعني بيساهم كتير في ان العروسة تقتنع علي يا رب انا يخليك يا رب استاذا انا احنا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معانا موديل انت مجهزها انا قبل الهوى بعض حاجات حطيت لها بعض حاجات هنعرف حطيت ايه وهتعملي حاجات او تطشاط بسيطة على الهوى بحيث ان البنت لو عاوزة تروح الجامعة بلوك بسيط هتشوف معينا خليكم معينا بعد الفاصل رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع خبيدة التجميل والعناية بالشعر استاذا ناهد بسادة وزي ما قلنا قبل الفاصل ان احنا هنوضح على الموديل الجميلة اللي معينا النهاردة ايات هنوضح عليها حاجات بسيطة جدا البنت تقدر تعملها وهي رايحة الجامعة رايحة الشغل رايحة النادي اي خروج عمو من الصبح تمام ايه استاذا ناهد انت قلتلي قبل الفاصل ان في بعض الالوان هنعملها هتبقى مناصبة لها جدا تمام لأي بنت رايحة الجامعة طب ورينا وانت بتشتغلي كده هندرش مع بعض قولنا انت حضرتي قبل الهوى ايه اتفضل لي اتفضلي انا حاجات الطبعية اللي هتستعملها ايه بالنوتا يعني حاجات بسيطة خالص مش جايبة يعني ايه الحاجات اللي هي فول كافر بتاعة العروسة اللي حاجات بتبقى هاي انت جايبة حاجات بسيطة عشان تقولكو ان البنت تقدر تستخدم حاجات بسيطة خالص لنفسها هي طبعا ان احنا مجهزينها حط الليها فونديشن اللي الطبقة بتاعته خفيفة جدا مش تغطية عالية حط الليها روج هي ماشاء الله واجبها مرسومة وحلوة يعني احنا ممكن نغير لون الحواجب هي محجبة بس لو واحدة بشعرها برضو على حسب لون شعرها فهي كونها ان هي محجبة تقدر تعمل الوان مختلفة وكتير صح؟ تمام تمام واحنا شغالين هنعمل حاجات المسكرة برضو تبقى خفيفة عشان ما تطلعش من الحواجب احنا مش عايزين يزهر بمظهر ان احنا حطين جل في الحواجب او عاملين تتو احنا عايزين حاجات بسيطة جدا للصبح تمام احنا كده بنصرح الحواجب برضو اشرحي وانتي تتكلم بحيس ان البنت تبقى فهمها هتعمل ايه بالضبط انتي بتطلعش الحواجب كده الفوق طبعا بالميل كده عشان تاخد شكل الحاجب بالضبط وما يعني ما يطلعش منها حاجة زايدة ولو طلع منها حاجة زايدة مثلا اقدر يصلح الحاجب بايه لو عندها كونسيلر او تصلح بالكونسيلر انا قريضي حضرتك بروفاشنل فمش محتاجة تصلح حاليا تمام هي حاجبها كده مضبوطة تمام تمام اعملنا كده دلوقتي رسمة الحاجب او منجرد صرحنا الحاجب او منجرد صرحنا الحاجب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي هنحط لون شادو تمام هيبقى قالو انه عبارة عن ايه هي احنا مش هنبص على لبس لا احنا خلاص عموما لبس او غيره احنا نعمل حاجة خفيفة هنعمل حاجة خفيفة هنحط ممكن لو عايزة تحط لون واحد عايزة تدمج لونين مع بعض تعملي ميكس ما بينه او نعمل ميكس بس لا حضرتك تختاري دلوقتي لون على ايه؟ هنحط لون الالوان السيموني الفتحة او تمام يعني حاجة شبه النوت كده حاجة برضو مش باينة تمام وبتستخدمي بروش يعني هقولك حاجة بقى احنا كبانات بقى لو حاجة شخصية ممكن نستخدم ايدينا ده صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط يعني حتى لو استخدم لنفسي ده انا مش مش حد بقى بروشنال يعني ولا رايحة العروس لا طبعا لازم البراش لازم البراش تمام طبعا احنا شايفين هي بتدمج الشادو وتقريبا اصلا لونه خفيف جدا شبه مش باين فعلك يعني مش هيبقى ملفت خالص مش هيبقى ملفت ليكي خالص ولا حمله بفطل النظر اساسا تمام تمام يا مادام نينا طيب انتي وانتي بتشتغلي برضو عايزين ناخد فكرة بما ان البنات شقرت في الشعر والبروتين فانا لازم اخد يعني جزء من ده احنا طبعا محتاج حلقات كتير عشان نقدر نتكلم في المجال ده اكتر بس ادينا فكرة بسيطة عنه انا طبعا كل فترة بلاحظ ان فيه تقنيات كتير بتزهر للشعر تلاقي كرياتين بروتين اه تمام الشادو مش باين خالص اكنها هي مش حطة تمام حنحط بلاشر هتحطي بلاشر تفضلي الوان ايه حنختار الوان فتحة مش غمجة عشان الصبح دي تمام اه هنكمل كلامنا برضو زي ما قلنا انا فيه تقنيات كتير بتزهر في الشعر او معالجة الشعر زي كرياتين بروتين فيلر حاجات يعني انا بصراحة ما عنديش خلفية عنها ممكن بس توضح لنا ايه احدث حاجة ظهرت في تقنيات علاج الشعر الممكن تنزلي ده نكسلنا عشان يعني الناس يقدروا يشوف احدث حاجة نزلت للشعر جلسات الترميم لهي الفلر والبوتكس الفلر والبوتكس طب ايه الفرق ما بين يعني الاثنين حاجة واحدة ولا يعني انا عن نفسي مش عارفة فعايزة اعرف واعرف السادة المشاهدية كده تمام ربلوشار خلص تمام هنحط المسكرة بس المسكرة خفيفة عشان يبقى لك بتاعنا كده خلاص حاجة فعلا والله مش باينة خالص هي رايحة الجامعة بقى اه اه تمام لا ما تعملوش زي ريم ريم كان بتعمل حواجبها انديت تحياني انتو متقلدونيش متسمعوش كلامي المسكرة دلوقتي هنستخدمها للحواجب سوري للعيون واللوك هيبقى شبهة خالص تمام هو طبع لمحطتي المسكرة يعني عيونها بانت اكتر طب انا انا يعني بحب الرموش ممكن وانا رايحة الجامعة لو بنت بتحب الرموش تعمل الرموش دايما يعني كسفة بسيطة على الاقل ولا دا هيبقى حاجة مش مش قويسة رموش كسفتها بسيطة جدا مش ملفتة للنظر تعمل يعني اصلا بحيث ان هي تشتغنى عن المسكرة على الاقل اللوك دا مناسب للجامعة دا بسيط جدا مش مكلف اساسا للبنت اه لا اهو انت استغلبت اصلا ادوات يعني انت حضراتك تعمدت ان انت النهاردة تجيبي ادوات بسيطة جدا عشان تقولي البنت ان هي باي ادوات عندها في البيت هتقدر تعمل اللوك بسيط وسامبل زي اللي احنا شطناها على الماضي تمام عايز اقولك حاجة برضو البنات كانت بتسأل فيها او اليومين دول بتحطها كتير التنت برضو مناسب عادي ان انا ممكن اروح بيه بحيث ان هو ثابت مش هتحتاج ان كل شوية تصلح الميكب بتاعه وكده حلو جميل جدا بس برضو اختار الالوان الهادية الفتحة الوان هادية وفتحة ما نشوفش المنظر اللي احنا بنشوفه يعني تحسي فيه بوكس هنا تمامي جميل احنا عايزين برضو نتكلم زي ما قلنا في الشعر وحنكمل معاك زي ما قلت الفيلر والبوتوكس ايه الفرق ما بينهم البروتين شيء والفيلر والبوتوكس البروتين طبعا من افضل انواع البروتين وارقاها عالميا البروتين الحيواني تمام بعد كده في البروتين طبعا البروتين اللي هو الكافيار بروتين البيور طبعا ده حاجة دي كلها انواع مختلفة للبروتين انواع مختلفة بس احنا دلوقتي برضو هنشوفها على الشاشة شغل حضرتك واحنا بنتكلم طبعا استاذة ناهد الصور موجود على الشاشة دي وانتي بتشتغلي بتعملي ساشن للموديل يعني برضو لو في عرايس او كده بتحب تصوري شغلك عشان الناس تشوف اكيد عن طبيعا تمام كملي مع حضرتك في البروتين طبعا انا مش هروح اعمل بروتين كده وخلاص طب انا هقولك حاجة هو البروتين بالزاد بقى ده محتاج له فعلا وقت طويل جدا نتكلم فيه لانه في اعتقادات كتير عنه ان بيوقع الشعر انا معرفش ده صح ولا غلط بس فعلا انا شفت ناس كتير عملت بروتين واشتكت ان شعرها واق ده من ايه؟ البروتين مش بيوقع الشعر خالص البروتين مش مضر بالشعر البروتين ده حاجة حلوة خالص حاجة عالمية زي ما اتفقنا تمام طب ايه سبب ان البنات بتعمل بروتين واشعرها بيوقع انا لازم اختار المكان الكويس يعني بيفرق على حسب المكان ولازم اختار المكان اللي بيتعامل مع شركة عالمية بتجيب للبروتين الاصلي يعني الاصلي يفرق طبعا اكيد انا لو حدت حاجة اصلية في اي حاجة في الدنيا غير الحاجة المضروبة ده سواء في ميكاب او في شعر اه واختار الخبير اللي حيعمل للبروتين ده بيكون وثقة فيه وبيكون على خبرة طبعا انا مش هروح لسه واحدة يكون مبتدة وروح اعمل عندها بروتين ما حينفعش تمام بس انا عايز اقولك برضو حاجة انا كعميلة دلوقتي دخل اعمل شعري انا مش درسة انا ما عنديش خبرة ان اقول البروتين ده حلو البروتين ده مضروب انا هفرق ازاي ما هي بتحط البروتكت نفسه وبتشتغل الخامة البروتين المضروب عادة بيبقى سايل جدا اه تمام بيبقى سايل المعلومات ده مفيدة جدا والله البنات كلها دلوقتي بتعمل بروتين عشان استغنى عن البابليس والستشوار فانا لما بقى رايحة بقى عارفة الخامة اللي هتستخدمها او الماتيريا النفسها بيبقى سايل المضروب المضروب بيبقى سايل الريحة بتاعته على فكرة مش حلوة مش حلوة اه بتحسي فيها رايحة الملح طلع وبيتعمل على فترات او يوم واحد بس بياخد قديم لا المضروب لازم يتعمل على مرتين عشان يطلع لك الشعراية نعمة كالحرير تمام انما الاصلي لا الاصلي جلسة واحدة اه طبعا المادة بتاعته بتبقى جامدة السايلة الريحة بتاعته بتبقى حلوة خالص جميلة جدا اه هو اي بروتين بيكون فيه فورمالين الفورمالين فيه بيبقى بنسبة خفيفة خالص اه انا لما اجي اعمل البروتين مش هشم ريحة شياط مفيش السنتر عندي مش هيبقى فيه زي اك انك بتشوي كفتة لا بس عايزة اقولي حركة انك يعني امينة جدا فانك بتقولي البروتين فيه فورمالين لان 3 ا4 شركات كانت بها 0 فورمالين لا يعني ده بس مبارد دعاية وشو مش هكت كل الفورمالين بيكون فيه نسب فورمالين بس نسب خفيفة جدا ما تدرش بالشعر اه طب ما شاء الله انت احد بالخبرة ده يعني بالخبرة دي كلها في الميكب وفي الشعر قلتي لي حاجة لفتت نظري ان انت كل فترة حريصة ان انت تاخدي كورس في الميكب في الشعر تطوري من نفسك اه ليه برضو ان انت بتاخدي كورس وانت قريدي ما شاء الله برافاشنال مش محتاجة انت مش حد مبتدق الميكب ده تعليم والتعليم ملهوش نهاية اكيد فانا لازم اجدد واطور فيه بيكون تكنيك معين بيطلع كل سنة اه لك جديد ملوش حدود طبعا كل يوم دازم حاجة بديدة ومختلفة اه فانا بحب اطور من نفسي لشان ده طبعا بيظهر بيظهر في لوكات العرائز طبعا فيه بتيجي عروسة طالبة لك معين بتشوفه من عن نت انا عايزة ده فانا لو مش عارفة مش حينفع ابقى ميكب أركست لازم اكون عارفة كل اللوكات عارفة كل اللوكات عارفة التكنيك اللي انت بشتغلي بيه عارفة اكتر من حاجة علشان ما تعطليش يعني انا اخر كورس اخدته في جولدن ستار اكاديمي مع مصطر ابراهيم الجمل ومصطر هادي التونسي حب اشكرهم خالص بما اننا انا عالهوى مصطر ابراهيم صدق امانة يعني بيحب الطلبة بتوعه والله فعلا شاهدتنا كلنا مجروحة فيه اكيد مصطر هادي التونسي بيحب يعلمك كل حاجة ما بيخلكيش تطلع من الاكاديميات او دقيق جدا طبعا ما بيخلكيش تطلع من الاكاديميات غير لما انتوا تكوني عارفة تدريج الالوان تناغم الالوان مصطر ابراهيم طبعا بي يعني مش عارفة يعني حتى انا لو قلت كل الصفات الحلوة مش هيكفيه برضو اكيد طبعا وكل الشكر ليه طبعا مش هيكفي مصطر ابراهيم الجمل حد شخصية يعني كده فوق الوصف طبعا اكيد يعني انا حابة تدرب عنده تاني وتاني 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 انا يعني مش هبطل اكيد وهو حقيقي بيدعم كل طلابه اه والدليل ان هو الراعي الرسمي للحلقة بتاعت النهاردة طبعا اه فانا عايز اقولك برضو انت لفتت بالي لنقطة حلوة جدا اللي هو مش هيقلل من ميكاب ارتست او من خبيرت الشعر التجميل اي مجالة عموما ان انا استفاد اكتر واكتر واتدرب واتعلم اكتر انت بتسافري مخصوص عشان تعليمي اصلا اي فدي حاجة متقلش منك ابدا انت وضحتيها فعلا لا عمر ما فيه لو انا تعلمت واخدت كورسات زيادة مش هيقلل مني ان انا ميكاب ارتست او خبيرت شعر يعني اصلا ممكن بنتي مثلا ما تكونش فاهمة ووعية في المجال وتقولك طب انا رايحة الوحدة لسه بتتعلم لا هي مش لسه بتتعلم هي قريدي متعلمة بس بتطور من نفسها عشان تطلعك في احلى لوك واحلى شكل ينفرش مشهور طبعا وارد ان يحصل كده لا ما هي لسه بتتدرب بتاخد كورسة لا مش بتدرب باخد كورسة احنا بناخد كورسات عشان نتعلم مطبق عليكم لوكات جديدة حلوة خالص عشان انت عايزاها تطلع احسن حاجة يعني اه طبعا عشان تبقى طلع مفروضة وصعيدة باليوم ده اكيد طب مدام نينا مين اكتر حد بيدعمك في مجالك وانا عارفة اكتر حد انا هوجيه له شكر خاص بس انا حابة تقولي كل الناس اللي بيدعموك عشان تشكريهم عشان عارفة انت انا عارفاكي قد ايه بتحب يتقدري كل الناس اللي حواليكي فمين اكتر حد مسلا دعمك واللي مسلا اعطالك او وقفك او قالك لا مش هتنجحي مش هتقدمي حاجة مش هتعملي حاجة برضو هتقولي لهم ايه قولي لي الاول على الناس اللي بتدعمك جوزي طبعا بوجه له كل شكرة تحية على وقفته جنبي دايما بيدعمني بيشجعني جدا يعني معلش انا اسفة باجي على حساب البيت طبعا والاولاد بسبب شغلي فهو طبعا يعني حدي جميل جدا على فكرة حب شغلي وحب نجاحي واولادي طبعا واخواتي صراحة بيدعموني جدا وبما ان انا على الهوى حب اشكر شخص عزيز عليها جدا طبعا تفضلي ميس امالي عقوب اليوم فتحت البيتو سنتر عندي هي وقفة جنبي دايما بتشجعني ممكن نعرف ميس امال يعني ايه علاقتها بك او هي وظيفتها ايه بالزبط عشان بردو نقدم لها الشكل هي مدرسة مدرسة مش في المجال خالص لا مش في المجال خالص انا اعتقدت ان هي حد في المجال فبيدعمك في المجال او طبعا لا هي مدرسة او حد لزيز جدا صحبتي في نفسك صديقة ليكي صديقة ليكي اه طبعا دخلتني في شركات تجميل عرفتك يعني عرف يعني فتحت لك مصادر وابواب ان انت تقدر التوري من نفسك بتعرفي الناس وعلاقاتك دايما هي اللي بتشجعني دايما تديني تحفيز ودايما تديني ثقاف نفسي انت محتاجة اكيد حد في حياتك يبقى داعي مليكي طبعا انا بقدم لها كل الشكر على فاكرة يعني يا رب يكون هي سمعاني دلوقتي اكيد بإذن الله سمعيكي وانا بوجه الشكر خاص لأستاذ ممدوح حقيقي راجل زوق ومحترم جدا ويعني مقدر معنا قيمة ست بيدعمها جدا 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 وانا شفت بعيني حقيقي بيدعمها جدا في مشوارها ده وكل حاجة هي بتبقى محتاجاها بيقدمها لها على اكمل وجه فانا شكر مني خاص لي والله يعني يا ريد كل الرجالة تبقى زي جباعي كسبتين لك لا 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 فطيب قولي لي ان هنا احنا شفنا صور ومعلقناش عليها حابين برضو نشوف الصور على الهواء وتقولي لنا مثلا اللوك ده كنت كان عبارة عن ايه بتعملي ايه بالضبط كان سيشن طب دي اول صورة كان ده ايه يعني بنت رايحة مناسبة ولا سيشن ولا ايه بالضبط يعني الكلمي دي شرحي لي شوية كده عن اللوك ده في الاكاديمي ده في الاكاديمي ده في الاكاديمي اه جولدن ستار جولدن ستار جولدن ستار مستار إبراهيم الجمال ده ينفع لعروسة هو ده لك ايه برضو لان في ناس كتير مش هتبقى يعني عارفة قوي اللوكات والاسامي هم مش خبرة ولا درسين فده لك اسمه ايه؟ ده اللي اوضح اه مش واضح قوي انا ده كات كريز؟ اه تمام ده كات كريز ده كات كريز؟ اه تمام اه الصورة مكاتشوة تحلق اه تمام الصورة ده كات كريز ده قلنا ينفع لمن؟ ينفع برضو عرايس؟ عرايس اه تقريبا يعني حاسة ان معظم الشغل عرايس الكات كريز؟ كات الموديلز بيامور قوي اه فعلا جميلة ماشاء الله لا اوليك بصمة برضو يعني بصمتك وده كات كريز برضو وده كات كريز بس حاسة ان في فرق ما بينهم انتي عاملة تركاية كده مختلفة انا بصي ابص احس ان فيه اللوكين مختلفين ايه ايه الخط اللي كان في النص كنتي حتى جليتر؟ اه جليتر اللي في النص ده جليتر تمام طب انا لو عاملة لوك قوي زي كده سواء انا رايحة مناسبة ولا عروسة بحط روج ايه يعني احط نفس الالوان اللي فوق العين ولا لما اللوك يكون قوي اهد دي ولا اعمل ايه بالزبط؟ لا انا مش شرطة احط نفس الروج بتاع الالوان هيكبه فيه تناغم بس في الالوان يعني ممكن افتح او اغمق دي حاجات ترجعلي انا ترجعلك انتي تمام وده اللوك برضو كات كريز عايزين نشوف لوك غيره او ده لك ايه بقى انا بقى شوف السور مختلفة عشان اعرف برضو استفاد اكتر والبنات استفاد اكتر ده لك يناسب ايه او عبارة عن ايه كله يناسب عرايسة على فكرة كله يناسب عرايسة يعني انا ممكن عروسة تحط حاجات بسيطة خالص يعني اصحنا المعتقد السيد اه ان العروسة بقى لازم تبقى حاجة قوية جدا لو هي جريئة بتحط الالوان الجريئة زي كده اه لكن لو عروسة فعلا ما بتحبش تحط الالوان الهادية تحط الالوان الهادية هتحط لها انتي حالات بسيطة جدا اه فده كله يعني يناسب كل حاجة انتي الفكرة بس في ذوقها في ذوقها سواء بقى كات كريز او ناتشرال او غيره فكله حينزب ذوق تمام طب عايزين نعرف بقى العروسة بتتعبك في ايه انا بعرف ان العروسة بتيجي لخبيرت التجميل او الميكاب ارتست يون فرحة بتختار حاجات ممكن يعني تخليك تقفلي مكانك انتي هتتعامل ازاي يعني انتي دلوقتي تلت اربع العرس تقولك فتحيني طب انتي درجتك خمري صامرة غيره لا فتحيني يعني انا شايفها ما شاء الله البنوتة دي درجة بشرتها بتجنن اللي هي البرونزية او اعلى فكرة احنا مش حاطين لا احنا مش حاطين فونديشن والله ما شاء الله لا احنا حاطين بودر كيك طلع على حسب درجتها عملنا درجة الغامق الاول بعد كده فتحنا برضو بنفس البودر كيك اه تمام لكن ما بتخليهاش اللي هي طلعه اوفر لا طب انا برضو من خلال الاتصالات ومن خلال البيتجي لما الناس نزلنا وقلنا ان معي استاذا ناهد فيه بنات كتير جدا شكرت في اسعارك انتي بتعملي المعادلة دي ازاي يعني انتي معيك دلوقتي ماتيريال هاي اند انا شفت التشانتك كاملة بتاعتك للميكاب حاجة هاي اند مركات بروفاشنال قوي ازاي بتجيبي حاجات غريه كده وازاي البكتج بتاعتك بتبقى قليلة شوية انتي بتعملي ايه يعني بتعملي الموزنة دي ازاي هي انا سايبها على ربنا وفي نفس الوقت يعني تيجي الواحدة تقولك معلش عشان الظروف فطبعا انت مش هتقدر ازع عليها في يوم زي ده مش هتقدر ازع عليها في يوم زي ده خلاص نعملها ونعملها احلى لكة كمان حتى لو جيت على نفسي شوية بس اهم حاجة العروسة تطلع مبسوطة الستات اللي بتيجي عندي لازم يطلعوا مبسوطين البنات والعرائز البنات والعرائز لازم يطلعوا مبسوطين بس هقولك حاجة ما بيقبلكيش ناس بتبقى هيا تقدر على البكتج بتاعتك او زروفها زروفها كويسة بس يعني انا بقولك المشاكل برضو يعني ما جيش على البنات ولا على الميكاب ارتست انا برضو عايزة اه اكلم في المقطة دي ان في بنات بيكون الباكتج منسبة ليها بس بتفضل لا عايزة حاجة اقل وهي يعني زروفها منسبة وارد عشان بتقول ده صحتين اه اه بتتعاملي مع ده زي ما هو انت كده بتقلل من جهتك بتقلل من مجهودك بتقلل من الحاجة بتاعتك وشغلك في حين ان هي ممكن تطلع بره تدفع مبلغ كبيرة لا هو انا انت بتاخدي الموضوع ده ازاي بتشوفيه ازاي يعني كلمي اقتشتين هو بشوف الطبيعي بشوف طبيعي جدا وبتعامل معه طبيعي جدا مبردش عليها عادي على حسب ظروفك انا حمشي معاك انا بقول لها كده حسب ظروفك حمشي معاك وحطلعك احلى لقب الماتيريال البرفشل اللي عندي انت طيبة جدا متعاونة قوي فعايزة برده اقولك حاجة انت بيجيلك ما شاء الله كلينت كتير قوي بيجيلك من عن طريق البيج بتاعتك يعني انت مخصصة حاجة للدعاية بتاعتك مخصصة البيج الانستا الفيسبوك الحاجات دي اكتر الكلينت اللي بيجيلك بتجيلك من عن طريقها ولا مثلا انا بروح مناسبة وانتي عملالي ميكاب بانوتا بتشوف شغلي شغل حضرتك علي فبيع جابها الشغل بديها رقمك اكتر حاجة بتجيلك من انهم الا هي مثلا لو واحدة شافت الشغل بتاعي على الطبيعة انت عاملة عند مين مثلا او فين في المكان لا اديني رقم تليفونة تيجي تقولي انا شفت شغلك مثلا امبارح شفت شغلك في العروسة الفلانية شفت شغلك من طرف كذا فتمام بتجيني يعني اكتر دعاية مش الفيسبوك الحقيقية الدعاية الحقيقية البنت تشوف الميكاب بعد طبيعة وتجيلك بس انت برضو مش بتهتمي بالفيسبوك بالانستا بالسوشال ميديا بقت يعني الناس تقريبا حياتها كلها عليها ما بتهتميش بالجزء ده هو يمكن عشان خاطر انا جربت قبل كده فلقيت مش عارفة اتنظامي الدنيا لا 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 لقيت تعليقات مش حلوة دخلت المجال من اوسع ابوة من باب رقم ستة زي كده يعني فقلت انا غنى يعني عن الكلام ده طبعا اكيد حبرتك يعني طبتك واضحة في تعاملك مع الناس وزولك فقلت خلاص يعني ربنا هيكرمني طبعا اخليها عالطبيعة احسن انا مش محتاجة دعاية بفضل ربنا الحمد لله مشكر ربنا الحمد لله مشكر ربنا الحمد لله مشكر ربنا الحمد لله انا بقول وصلت له ده كده كده كفايا يعني انا اشكرك اللي على يعني اللي أنا وصلت له ده كده كفاية كده ربنا أحيو فائي أكتر وأكتر طب أنا برضو لو عروسة أتواصل معك قبلها بقدقي يعني أنا العروسة لما بتجي تحجز معك بتحجز معك قبلها بقدقي ممكن يبقى خلاص فرحي بكرة بعده كلام ده وارد ولا إيه الأنسب يعني ادي نصايح لعرئيسك برضو عشان يبقى التعامل ما بينكو أحسن شهر بس شهر أو 15 يوم على الأقل عشان أقدر أزبط نفسي يعني حصل معايا موقف حلو جدا مبارح احكيه لنا طيب لو لو ينفع يعني احكيه لنا هو أنا اتعبت أنا اديكت نفسيا يعني أنت عروسة مزبطة معايا آخر الشهر مش تقوليلي لا ده يوم الأربع أنا خلاص قدمت الفرح فأنا فرح الأربع والخميس فدي حاجة طبعا يعني درب بالشبالك لا طبعا أنا من سفرها أوريدي مسافرها لها وغير كده رجع على بروتين بروتين عروسة برضو فأنا كده مزبطتش نفسي خالص إزاي؟ يعني أنا راجع على بروتين عروسة طب هو مش البروتين بياخد يوم يعني إيه الحاجة اللي هتعوقك فيه ما هو يوم؟ مرحبا هي فرحة إمتى؟ لا هي دي عروسة ودي عروسة تانية أنا ما كنتش حطة أن فيه احتقادي أن فيه عروسة ميكب يعني هي كده لخبطت الجدوى للموعيدة لا خبطت الجدوى لما كنتش حطة في بالي أن فيه عروسة ميكب لا أنا راجع على أساس أن أنا عندي بروتين عروسة لسه جدامها 15 يوم تاني وأكيد النظام أحسن يعني أنا لما لتزهر معادي هلاقي أنت برضو مريحاني في المعادي وهقدر تعمليلي الحاجة بشكل أحسن يعني أيوة فتيجي العروسة لا أنا معلش يا مادام نانا أنا قدمت الفرح أصلي أنا مش فرحي الأسبوعين الجايين لا أنا فرحي الأربع والخميس الجاي طب إنت جايك لي لا يوم الأربع والخميس بحينا هو الفرح قريدي هي حاجزة هي خلاص يعني حطة في دمخها أن هي حاجزة عندي لا بس هي حاجزة المفروض أنت يقول لها يعني المفروض تلتزم بيوم حاجزها أنا على فكرة ما بقبلش أكتر من عروسة واحدة بس في اليوم ده عشان أمنتك وضميرك لأنه في ميكا بقارتك كتير بيقبله وعرائز كتير علشان الماديات يعني لا أنا ما بقبلش أغير عروسة واحدة بس في اليوم ولو العروسة الثانية حاجزة وحدة يتفع لي عشر تلاف جنيه مش برضا بيها بقول لها لا معلش أنا أنا عايي منبهرة بيكي ربنا يخلي والله الأمنتك وطيبتك وبين عليكي وفي التعامل بتاعك مع الكلاين أنت بتوعيك ربنا يخليكي أنا حقيقة كنت مبسوطة النهاردة أنيتي معايا ربنا يخليكي وبشكر أستاذ ممضوح عشان هو داعم كبير قوي ليكي ربنا يخليكي فأنا يعني أقدر جدا الراجل اللي بيدعم السيدة بتاعته في كل حاجة بتعملها بدل ما هي بتعمل الحاجة اللي بتحبها وبتعمل حاجة صحة فأنا مبسوطة جدا أنيتي كنتي معايا صرفتيني ونورتيني ربنا يخليكيي فأحنا بإذن الله أكيد ما ينفعش في حلقة واحدة نورينا أكيد تنوريكي مش سي جدا هنشوفكم على خير الأسبوع الجاي بإذن الله ينتظرونا